بر الوالدين هنا من هذا الرجل بلغ الدرجة العالية يعني تأمل كيف أنه يغبق يعني يأتي باللبن في آخر النهار ولا يبدأ إلا بوالده وأولاد يبكون عند قدميه ومع ذلك يعني يبيت طيلة ليلته وهو يحمل القدح ما يريد أن يقدم على والديه أحدا يعني تأمل كيف يعني هذا يعني التعامل مع الوالدين ليس مجرد طاعة ويعني مجرد خدمة بعض الناس يظن هكذا أن بر الوالدين أني أنا أخدم أمي وأبي وأعطيهم المال وأقوم بحوائجهما وخلاص يكفي هذا الأمر أرفع وأعلى وأسمى كما قال الله تعالى وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبرة أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف شوف كلمة أف أدنى شيء ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ثم تأمل في قول الله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة أنظر إلى هذا التعبير القرآن العجيب واخفض لهما جناح الذل هكذا يتذلل الإنسان مع والديه كما فعل هذا الرجل يعني في غاية الخضوع والتذلود ما يبالي بأحد أنظر إلى الرحمة ما يوقظهما اليوم الواحد مننا نسأل أن يعفو عنه مثلا ذهب ليزور والديه وجد الباب مغلق أو يعني هو مستعجل ممكن يدق الباب مرة مرتين يذهب يقول والله يا أمي أنا جئتك وما وجدتك كنت أغلقت الباب أو كذا يا أبي وهكذا يظل أنه أدى الواجب الذي عليه لكن انظر هذا يظل ينتظر والديه ليلة كاملة وهما نائمان ما يريد أن يوقظهما ويفسد عليهم نومتهما وفي الوقت نفسه أولاده يبكون بإمكان أن يعطيهم ثم يأتي بشراب آخر يحلب مرة أخرى ويعطي الوالدين لكن انظر إلى يعني هذه الرحمة هذا التذل للوالدين هكذا الذي يريد رضوان الله هذا الذي يعظم ما عظم الله هذا الذي يعرف حق الله وقضى ربك أن لا تعبد إلا إيه وبالوالدين إحسانا الله تعالى قرن بر الوالدين بتوحيد وعبادة ترجمة نانسي قنقرن